يعيش عشرة آلاف الليبيين وأغلبهم من مكويني التبوي والطوارق مسلوبي الحقوق لا يملكون أرقام وطنية ويعيشون بما تسمى الأرقام الإدارية أرقام لا تثبت جنسيتهم ولا تعطيهم حقوقهم ولا تسمح لهم بالمشاركة في الانتخابات هؤلاء حرموا من حقهم الانتخابي في حين أنهم دخلوا في الانتخابات في السنوات الماضية ولكن عندما اشترط للتسجيل في سجل للناخبين الرقم الوطني هذا حال دون ذلك وحرمهم استحدث الرقم الإداري لأول مرة عام 2014 كبديل للرقم الوطني من أجل استكمال بعض الإجراءات الإدارية كصرف المرتبات ولكن بقي هذا الرقم محدود الاستعمال رغم الاحتجاجات لتنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق لحل الأزمة في ليبيا على الحكومة تنفيذ ما تم النص عليه في الاتفاق السياسي وخارطة الطريق في معالجة أوضاعها هؤلاء يأمل حامل الأرقام الإدارية أن تتدارك الحكومة الوضع سريعا باتخاذ إجراءات منحهم الأرقام الوطنية وخصوصا أن الحكومة شكلت لجنة للنظر في هذا الملف في غياب إحصائيات رسمية تشير تقديرات مستقلة إلى أن أعداد حامل الأرقام الإدارية تزيد عن 60 ألف شخص انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل مناسبة يقول هؤلاء لإنهاء معاناتهم التي دامت سنوات ومنحهم حق المساهمة في اختيار من سيقود ليبيا في المرحلة المقبلة إبراهيم العدلي العربي طرابلس